وصول ستروين سي فور اكس لمصر بسعر يبدأ من مليون ومئة وخمسين الف جنيه وصلت ستروين سي فور اكس لمصر السيارة اللي اتكلمنا عنها من كام يوم كده عن اطلاقها على ميان وصلت في مصر في فئتين وبالتصميم اللي اتكلمنا عنه التصميم الجديد الكروس اوفر كوبيه اسم التصميم كده وكمان هي مش كروس اوفر كوبيه بس لا كمان فيها لمسات سيدان ووصلها ده كان بعد عام هي طرحت عالميا من سنة فاتت وده طرحها الجديد في مصر بعد طرحها عالميا بسنة وده شيء طبيعي السيارات في مصر دايما بتيجي متأخرة الا ما نظر في احيانا بعض السيارات كده كانت تزامن طرحها في مصر مع طرحها عالميا كشفت المصرية الاوروبية لسيارات وكيل علامة سيتروين في مصر وتابعة حاليا لمجموعة القصراوي حاليا سيتروين وهي مش حاليا قوي هي من حوالي 3 سنين اعتقد او اكتر من 3 سنين وستروين يمكن اكتر من كده كمان وستروين كسيارات تحت الوكيل بتاعها في مصر ومجموعة القصراوي مجموعة القصراوي سيتروين غير مجموعة القصراوي جاك أو جي اي سي فكشفت الشركة عن سيارتها جديدة سيتروين سي فور اكس اللي بتتقدم لأول مرة في السوق المصري سيتروين سي فور اكس اتقدمت من فترة مش قليلة في تركيا وحفل الاطلاق اللي اتعمل في تركيا حضروا مجموعة من الصحفيين ومصريين لكنها دي دلوقتي هي اول تقديم لها في مصر والعربية سي فور اكس تحديدا بتعتبر سيارة غريبة في التصميم شوية لانها خليط ما بين تصنيفات او خليط ما بين تلات اشكال السيارات فهي خليط من السيارة الاس يو في بارتفاعها عن الارض وفيها ملامح من السيارات السيدان بالشنطة الخلفية الطويلة شوية اللي هي نايمة افقية مش رأسية مش هاتشباك وفيها كمان من السيارات الكوبية الكوبية اللي ممكن يسموها فاست باك اللي هي خط السقف منحدر بقوة ومنحدر بسرعة فهي خليط من التلات عربيات دول وحقيقي الشكل ده محبب بالنسبة لي اكتر من الشكل الاس يو في الصريح ما بحبوش جل لان انا يعني في رأيي شخصي كشكلي يعني ودي عملية ازواء السيارات بالنسبة لي هي السيدان هو الشكل السيدان هو شكل السيارة الطبيعي فلما تجيلي اس يو في او سيارة اس يو في واخدة من ملامح الاس يو في واخدة من ملامح الكوبية اللي انا بحبها جدا اللي هو السقف المنخفض بسرعة المنحدر انحضار شديد وسريع واخدة السيارة دي كمان من ملامح السيارات الاس يو في الارتفاع عن الارض عشان تبقى مناسبة للطرق المصرية تحديدا والمطباط والدوشة اللي عندنا في الطرق دي فده يبقى شكل يبقى فكرة ممتازة جدا عربية جمعت خدت زهرة من كل بستان وخدت الفايدة من كل شكل من الاشكال خدت الانسيابية من الشكل السيدان وخدت الشكل الرياضي من السيارات الكوبيه خدت الفكرة الرياضية من السيارات الكوبيه وخدت ميزة الارتفاع عن الارض عشان المطباط والطرق اللي عندنا في مصر من السيارة الاس يو في فهي شاملة لتلت فئات علاوة على كده كمان السيارة اللي هي بالشكل الغريب ده بتبقى ملفتة للنظر يعني منين ما تروح بالعربية في اي حتة هتبقى العربية ملفتة للنظر لناس كتير يعني شكل غريب تصميم غريب مع متناسق يعني فيه تناسق شوي وهنا بيلعب المصمم دور مهم جدا ازاي يجمع بين التلت اشكال دول فيه ويطلع حاجة انتاج انتاج متناسق حلو جاذب للعين يا طيب سيتروين سي فور اكس الجديدة في مصر بتتقدم بفئتين الفئة الاولى اسمها شاين شاين من اللمعان وسعرها مليون ومئة وخمسين الف دي بداية السعر الفئة التانية اسمها فيل من الاحساس الشعور يعني فيل وقيمتها او سعرها الرسمي مليون ومئة وستين الف سيتروين سي فور اكس بتيجي بمحرك تلاتة سلندر الف متين سي سي تيربو بيور تيك بيدينا مية وتلاتين حصان وعزم دوران بتين وتلاتين نيوتن متر والسيارة دفع امامي والمحرك متوصل بافتيس اوتوماتيك تمن سرعة العربية طولها اربعة متر ستين سنتي عشان نتخيل الفئة بتاعتها يعني فئة الكروس اوفر او فئة الفئة المدمجة اطول شوية من الفئة تحت المدمجة هتدينا مساحات كويسة عرض العربية مش كبير قوي لكنه مش صغير برضو عرض العربية متر تمانين سنتي الارتفاع متر اتنين وخمسين سنتي ملحوظة هنا في الفرق ما بين العرض والارتفاع لصالح العرض حوالي تلاتين سنتي كلما بتزيد قيمة الفرق ما بين العرض والارتفاع لصالح العرض طبعا ده بيقدي الى ان شكل العربية انسيابي بيعزز سبات العربية بقوي سبات العربية كبير نتوقع ان فيه تماسك وسبات العربية وان كان ده مش مقياس اوي ده من حيث شكل الديناميكي لكن المقياس بيبان اكتر لما نعمل العربية اختبار قيادة تست درايف ونشوف نسبة تمايل البدن بتاعها عاملة ايه العربية بتيجي بقاعدة عجلات طويلة اتنين متر سبعة وستين يعني انت كانت تقترب من اتنين متر سبعين اتنين متر سبعين اتنين متر سبعين الا تلات سنتي قاعدة العجلات برضو ده بيودي العربية في اتجاه السبات برضو كشكل ديناميكي الشنطة الخلفية للسيارة مساحتها خمسمائة وعشة لتر ودي مساحة محترمة بتشيل كويس يعني العربية جمعة حاجات كويسة اوي ما عدا حاجة واحدة انا معطرد عليها حقيقي انا طبعا عندي موقف خاص من المحركات التلاتة سلندر تحديدا وتحديدا محركات التلاتة سلندر اللي حجمها صغير كمان في سي سي الف اتنين سي سي وعلاوة على ده كمان محرك معا تيربو يعني الدنيا بيزة خالصة تصميم السيارة شبيه بتصميم السيارة سي فور العادية سيتروين سي فور العادية بشكل عام كقالب عامية العربية بتيجي بمصابيح امامية اضاءات ليد واضاءات نهارية DRL ليد برضو وفي اضافات في المقدمة في الاكصدام الامامي تحديدا وفي اماكن تانية متفرقة اضافات من الكروم الكروم اللامع من الامام برضو في فتحات تهوية كبيرة في الاكصدام الامامي تصميم السقف من الخلف بواحي الفاست باك او المستوحى من الفاست باك او سقف الكوبية يعني باختصار بيمنح مظهرها مميز بيديها مظهر مميز زي ما قلنا ان سقف الفاست باك ده بيوحي برياضية بيدي شكل العربية رياضي جدا العربية بتيجي بالمصابيح الخلفية لها برضو ليد يعني منظومة المصابيح الامامية والخلفية منظومة ليد كاملة كل الاضاءات ليد فيه اعتبات رياضية في حوالين السيارة اللي هو بنسميه البادي كات بتيجي العربية الجنود الخارجية بمأسات مختلفة في 17 في 18 انش بس بداية السيارة الفاعة الاولى بتيجي بجنود 17 انا مش متأكد الفاعة التانية بتيجي بجنود 18 ولا بس هو اللي موجودة في مصر المعلومة الاكيدة ان الفاعة الاولى بتيجي بجنود رياضية 17 بصر بالنسبة الوسائل الامان في السيارة 0x احنا عندنا فئتين من العربية الفاعة الاولى بتيجي بوسائل الامان قياسية هي الاتي اتنين ارباج للسواء والراكب الاماني مفيش ارباجات اكتر من كده بالاضافة لـ ABS و EPD وفرام اليد كهرباء وسبات الالكتروني الالكترونيك ستابلتي بروجرام وفيه مسبت سرعة وحسسات ركن خلفية وكاميرا خلفية ومرأبط ضغط الاطارات وفيه تحكم في سبات السيارة في الطرق الصاعدة وفيه option لانك تقفل تلغي ارباج الراكب الامامي لما تكون راكب في السيارة الوحدك تلغي الارباج اللي على يمينك ده عشان لا قدر الله وفي حالة حدثة اولا حاجة يضرب الارباج اللي قصدك يحميك بس الارباج التاني ما يضربش يبقى عندك على الاقل النص الطابلو سليم لما تيجي تصلح يعني وفيه خاصية تحذير للسائق انه هو مرهق يعني غالي بقى يبقى السيارة هتبقى اكوبد بكاميرا معرفش موجودة فين بتحس بان السائق مرهق ولما تحس انه بيرهق مرهق بيغمض عنه او حاجة زي كده بيبقى فيه تحذير للسائق انه يصح صح يعني في طريق سفر او كده نعز بتاع يبقى فيه تحذير بيزهر له عشان ياخد باله ده بنسبة الفئة الولى في الفئة التانية طبعا الحاجات دي كلها متوفرة بيزيد على الفئة التانية ارباجات جانبية لحماية الركاب اللي هي الستائرية دي الجانبية لحماية الركاب بس هنا مش واضحة الارباجات الجانبية لحماية الركاب في الامام بس ولا الستائر جانبية بتحمي الركاب في الخلف وفي الامام بطول العربية مش مذكور بس طالما مش مذكور فهنميل هنخلينا هنتكلم في الظروف السيئة يعني في اوحش الظروف ان هي ارباجات بتحمي الاثنين الركاب اللي في الامام بس ودي انا بحباش الحركة دي انا حميت الركاب اللي في الامام افكر بقى في الركاب اللي الورا كمان اديهم حماية كمان عشان يبقى اوبشن مفيد مش ازود حماية الركاب اللي في الامام عموما دي مش واضحة دلوقتي هنتأكد منها لما نشوف السيارة او نعملها تيست درايف او ايا كانية بالضاف من عوساء الامان في الفئة التانية حسسات ركن امامية وتحذير للخروج من المصار وبلايند سبوت دي تيكشن تحذير النقط العمياء في المرئيات الجانبية وفرامل طوارئ ومثبت السرعة اللي موجود في الفئة التانية بيكون مثبت سرعة زكي مش مثبت السرعة العادي بالنسبة الاضاءات الامامية الال اي دي فدي فيها خاصية الاوتوماتيك فيها الاوتو لايت يعني تشغل الاوتو مع اي لما يروح الضوء الانارات الامامية تشتغل اوتوماتيك وبحساسات الضوء طريقة تشغيل اوتوماتيك بحساس اضاءة الاول ما يروح تشتغل الانارة الامامية وفيه مصابيح شبورة في الامام وفيه طبع المراية الجانبية للسيارة اللونها اسود مختلف عن لون السيارة وفيها الاشارات الجانبية ال اي دي لد مدمجة في المراية الازاز الخلفي مظلل والجنود في السيارة في الفئة الاولى 17 بوصة لامونيوم وفيه حساسات مطر وفيه خاصية فتح وغلق آلي للسيارة طيب الاطار الاحتياطي في الفئة الاولى للسيارة بيجي عجلة سريعة اللي هي مقاس الاطار صغير مش المقاس الرئيسي 17 بوصة بينما الفئة التانية بتيجي بإطار احتياطي 17 بوصة هيبقى جانت غالبا مش هيبقى حديد يعني هيبقى جانت ألمونيوم 17 بوصة زي الجنود اللي ركب ده فرق من الفرقات بين الفئة الاولى والتانية كمان الفئة التانية في الشكل الخارجي بتزيد عن الفئة الاولى سقف بانوراما فيها الاولى مفاش فتحات سقف خالص فئة التانية سقف بانوراما طيب اهم المواصفات من الداخل او ممكن نشوف ايه في العربية من الداخل هتشوف اول حاجة النظام الصوتي مكون من اربع سبيكر اربع سماعات في الابواب ده فاول فئة وفيه بلوتوس وفيه تلاتة يو اس بي في اماكن متفرقة والديركسيون باور ستيرينج وفيه تكييف اوتوماتيك منطقتين دول زون وشاشة تاتش عشرة بوصة بتدعم قبل كار بلاي واندرويد اوتو وعددات السيارة صغيرة شوية خمسة بوصة وفيه ستارت ستوب انجين بوش بوتون زرار لتشغيل المحرك وتوقيفه بدون مفتاح يعني ادارة المحرك بدون مفتاح الفئة دي كل ده في الفئة الاولى الفئة التانية بتزيد عليها شاحن لسلكي وتعتيم ذاتي في مراية الصالون الداخلية يبقى مراية الصالون الداخلية الفئة الاولى عادية تعتيم ذاتي في الفئة التانية وعجلة القيادة مكسوبة بالجلد في الفئة التانية في الفئة الاولى عجلة القيادة عادية مش مكسوبة بالجلد وفيه شاشة على الازاز الامامي بتديك معلوماتها السيارة الرئيسية اللي بنسميها هضب ديسبلي في الفئة التانية برضو المقاعد الأمامية فيها تدفئة ومقاعد السواء فيه مساج ومقاعد السواء برضو فيه دعم للقطانية أسفل الظهر فيه جزء كده بيعلى ويوطوا بيتحركوا وبيدعم أسفل الظهر اللي هي منطقة القطانية من العمود الفقري فقرتين في الحتة دي والمقاعد الأمامية تعدل فيها التعديل الكهرابي في الفئة التانية بس كده خلصت حلقة النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ولو عجبتكم الحلقة يدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو وارد عليها كلها بإذن الله سلام شكرا